للاستهداف منشآت حيوية وكنائس يعني في نوع طبعا من الاستهداف طبعا أنه مثل هؤلاء يعني أنتمون إلى جماعات تكفرية وجماعات إرهابية فربما يبقى الأهداف الطائفية لها يعني نوع من الأهمية بالنسبة لها لأنها بتحدث في المجتمع نوع من البلبلة ونوع من عدم الاستقرار ونوع من يعني حالة من عدم الاتزان في المجتمع عندما تستهدف دول العبادة وخاصة دول العبادة هو شكل للأشكال السعي للأحداث ربما يكون هذا هدف من الأهداف يعني كل الجماعات التكفرية وجماعات الإرهابية ماذا تريد؟ هي تريد عدم الاستقرار وإعطاء للمجتمع أن الحكومة غير مسيطرة وليس لديها والأمنة غير قادرة على فرض سيطرته فبالتالي تعطي رسالات داخلية وخارجية على أنها قادرة على التأثير لكن فيمكن الضربات الأخيرة بتدينا مؤشرات على أن هناك قبضة أيضا قادرة على التعامل مع مثل هؤلاء وخاصة ما حدث في عرب شركس وكشف عن مثل هذه المخططات والتوصل إلى مرتكبيها وهموما ننتقل لموضوع آخر وده بيكون الصفحة الثالثة السفير محمد شاكر اللي بديل عن البرنامج النووي المصري لحل أزمة الطاقة والحقيقة أزمة الطاقة دي أصبحت مصار لغت كثير وهناك اتجاهات بتتحدث على أن إحنا هنستخدم الفحم ولكن البيئة بتحذر من استخدام الفحم وكذا برضو أحب أعرف من حضرتك إيه الخطوات اللي هتتخذ في مسألة الطاقة النووي البرنامج النووي المصري برنامج قديم جدا وأنا أعتقد أنا شخصيا عملت عليه في مطلع التمانينات كنت بأكثر من تحقيق صحفي وكان هناك رغبة حقيقية أن ندخل إلى النادي النووي في الطاقة السلمية بنواجه بمعاوقاتهم إلى ذلك لكنه ظل هذا النوع من الطاقة أو الاستعانة بالطاقة النووية هي واحدة من الحلول لإحتياجاتنا العالية جدا وربما نحن كلنا نعاني من انقطاعات في الكهرباء أو ما إلى ذلك ربما يكون هناك نوع من الأمل في الوصول لحلول ناجعة بالوصول إلى عمل محطات نووية للطاقة الكهربائية هل في معادل انطلاق هذا المشكل؟ هو أعتقد أنه بعد لم يأتي الرئيس الدائم نحن في مرحلة حتى الخبر يتحدث عن أنه في انتظار يعني من يتحدث السفير يتحدث عن أنه نحن في انتظار في هذا الشأن بعد الانتخابات الرئاسية أخيرا فيه كان عندنا تحقيق كان برضو تناولته جريدة أشرقه مع وضوع مهم جدا الحقيقة ولكن غايب عن كثير من الأزهان حول المباني التاريخية في الصعيد تقريبا الجريدة تناولت في هذا التحقيق حوالي أربع محافظات وتحدثت عن بعض المباني التاريخية هي لم تدخل في إطار الأثر ولكنها مهملة ربما تفتقد قيمتها ولها أثر كبير وأهمية برضو أحب حضرتك تليم بنا بحول هذا الشروق في عدد الغد يعني يعملين تحيق من صفحتين على صفحتين يتناول القصور التاريخية الموجودة في الصعيد وهذه القصور التي بنيت في مراحل قد عمرها قد يتجاوز مئة عام لكنها يعني في الغالب الأعام ليست مصنفة من الأثار لكنها ذات طرز معمرية جيدة جدا ومرتبطة بأسماء تاريخية مثل مكرم عبيدو مثل توفيق أندراوس وبعض الشخصيات والرموز ما قبل ثورة يوليو وهذه القصور تعاني إهمالا شديدا جدا وأن البعضها تعرض للانهيارات ونحن بنطلق نوع من النداء والرجاء للاهتمام بمثل هذه القصور التاريخية لأنها جزء من تاريخنا الوطني وتحتاج إلى نوع من العناية وخاصة أنها خارج القاهرة ربما في وسط القاهرة أو في القاهرة مباني كثيرة تاريخية محطة الأنظار سواء في الأثار أو ما إلى ذلك مثل هذه هناك عندنا أربع محافظات الفيوم والسيوت والأكسور والمينيا تناولت الجريدة عبر مرسليها نوع من الإضاءة على هذا الإهمال الذي تعرض له مستعزل القصور ويتعد بالمئات وليس بالعشرات عدد القصور عدد القصور والمباني نحن نتحدث عن قصور ومباني تاريخية تبعد تاريخي ومحتاجين أنه يبقى فيه نوع من التوعية ونوع من إنقاذ ما يمكن إنقاذه مينها تستلعت المعني بهذا الاهتمام؟ هل هي وزارة الأثار؟ هل هي وزارة الداخلية؟ هل هي المحافظة إداريا؟ المحافظة إداريا معنية الأثار لابد أن ترى ما هو تابع لها أو ما يمكن ضم إليها الداخلية والحماية وما إلى ذلك بعض الجهات التي تستخدم بعض من هذه القصور محتاجة أن تتعامل مع هذه القصور التاريخية أو هذه المباني التاريخية بنوع من الترميم ونوع من الرعاية ونوع من الاهتمام وعدم التعامل معها بأنها مجرد مبنى إداري أو مجرد لأن بعضها يستخدم لمباني تابع جهات حكومية وما إلى ذلك فنحن نطلق نداء لإنقاذ مثل هذه المباني التاريخية من خلال تحقيق سيعقبوا حملة لإنقاذ مباني تاريخية أخرى في بعض المحافظات ربما تكون في الدلتا أو في بعض المحافظات النائية هل هذه القصور لها ورصة طبعا بالتأكيد هلما موجودين وضعين الدمالاء أم أنك وضع يد من الخارج لا في بعضها ربما يفوق قدرات حتى أصحابها يعني مش بالضرورة أنه صاحب القصد قدر على أنه يفعل أو بعضها أصحابها هاجرها من في السنوات طويلة وتم يعني مش نقول تركت يعني تركت أصحابها هاجروا خارج البلاد اتخذت إيجارا لبعض المؤسسات أو الجهات الحكومية ويدفع عنها إيجار كما كان يتم في فترات سابقة لكن هي الآن في عهدة المجتمع المصر ككل يعني ليست بالضرورة أن أصحابها يعني هما الذين يتولون ترميمها والدفاع عنها نحن جميعا لأنها جزء من تاريخنا الوطني معنيين بأن نحن نحافظ عليها ونمنع عنها حالة الإهمال الشديد التي تتعرض لها عمونا وده شيء يستمن أكيد لجريدة الشقنة تتناول مثل هذا الموضوع وتتابعه بعدة التحقيقات طبعا ولكن برضو في سؤال صغير ونختم به الحلقة هل وضعت الجريدة نقاط معينة تناول تحقيق نقاط معينة يمكن اتباعها سواء من الجهات المعنية أو الجهات المسؤولة أو المواطنين للتوعية تجاه أهمية هذه المسؤولة نحن رصدنا ما هو على أرض الواقع في هذه الحلقة الأولى يعني تعتبر من سلسلة إن شاء الله نأمل في أنها تنتج نوع من التوعية ونوع من تلبية النداء الذي يشاركنا فيه الجهات جميع الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية وحتى من المجتمع المدني المجتمع المدني أيضا أنه مهمه ندر فعال ندر فعال في أنه ننقذ هذه المباني النقاط طبعا نحن في حلقات أخرى سنلجأ إلى مختصين يتحدثون عن كيفية العناية بهذه الأسهار أو المباني التاريخية وكيفية استنهاض طاقة المجتمع للدفاع عنها وإنقاذها إن شاء الله ننتظر هذه المتابعات ونتمنى لكم التوفيق في ذلك لأن طبعا هذه الأسهار لها أكيد دور فاعل في السياحة إن شاء الله في الفترة المقبضة في نهاية حلقتنا أستاذ سترعة سمعين المدير تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفي بنشكر حالك شكرا جزيلا وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في موضوعات أخرى تتناولها الجريدة شكرا أستاذ سبحانه بذلك مشاهدين أنكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم اليومي تحت الطبع وإلى اللقاء في حلقة أخرى وفرق عمل أخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة